التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينفاسو والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل الجانبين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينفاسو والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت المصيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول لقاء مناقشة عدد من الموضعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل الجانبين وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن أتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية بوركينفاسو مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراقة في مختلف المجالات العسكرية من جانبه أشهد وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينفاسو بدور مصر المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الإفريقية معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكري والأمني بين البلدين كما تم توقيع بورتوكول تعاون في مجال الدفاع بين الجانبين تضمن أهم مجالات التعاون التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة حضر اللقاء والبرتوكول الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين وسفير جمهورية بوركينفاسو بالقاهرة والملحق العسكري البركيني بالقاهرة ترجمة نانسي قنقر